بقى رحط لكم عن اللعبين المرشحين للانضمام الى النادي الاهلي في فترة الانتقالات الصيفية طيب مين بقى اللعبين المرشحين للانضمام لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية تعالوا نشوف اول الاسماء هو محمد بسام حارس مرمى طلع الجيش الذي قام بتجديد تعاقده مع فريقه لمدة ثلاث مواسم خلال ايام المضايا ابدى الزمالك اهتماما كبيرا مضمه وهناك مفاوضات في الوقت الحالي للحصول على خدمات اللعب وقد يتم حسم الصفقة بمقابل مالي مع امكانية اعرض بعض من لعاب فريق الشباب بالزمالك الى طلع الجيش اللعب الثاني هو عبدالله السعيد لعب برامز دخل دائرة اهتمام مجلس ادارة نادي الزمالك خصوصا بعدما طلبت ادارة الكرة التعاقد معه كما ان هناك ترحيب مبدأ من جانب عبدالله بفكرة اللعب بالقميص الابت خلال الموسم المقبل وختام مشواره في نادي جماهيري علما ان البرامز متمسك جدا بعبدالله السعيد احمد يسين مدافع البنك الاقل لازل تقلق بشكل لافت للنظر في الموسم الجاري ومع منتخب مصر في عهد كالوس كيرش ابدأت ادارة الكرة بنادي الزمالك اعجبها بقدراته في ظل رغبتها دعم خطة فعال فريق كما ان هناك اتفاق بين ادارتي النادي بالتعاون خلال موسم الانتقالات الصيفية وهو ما قد يسهل من اتمام الصفقة ايضا ناصر منسي مهاجم البنك الاقل دخل السورة في نادي الزمالك خلال الفترة الاخيرة حيث تم وضعه كخيار محلي في حالة عدم التعاقد مع مهاجم اجنبي وذلك في ظل معاناة الفريق بمركز رأس الحرب جون ابوكا مهاجم نادي امبي المتقلق مع الفريق البترولي اشاد فريرا مدرب الزمالك بمستوى كثيرا خصوصا بعد تسجيله هدف شباك نادي الزمالك خلال مباريات الفريقين وهناك رغبة داخل الزمالك في ضمه لكن لو وجده مسئولي الزمالك مواجب اجنبي افضل منه لان يتم التعاقد معه ايضا احمد ايمن منصور مدافع نادي ببراميدز حصل الزمالك بالفعل على توقيع اللعب وتم الاتفاق على كافة الامور المالية حيث رؤانا اللعب ينتهي التعاقده مع ببراميدز بنهاية الموسم الحالي دول اللعبين اللي مرشحين ينضموا للزمالك وان كان المؤكد تقريبا احمد ايمن منصور هو خلاص في نادي الزمالك ممكن تعتبوه في نادي الزمالك